بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شهدوا الله إلهي لله شهدنا سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ومصطفانا ومعلمنا واسوتنا وقدوتنا ومن لاغنا لنا طرفة عيننا عن اتباع منهجه وسنته محمدا صلى الله عليه وسلم ورب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ان شاء الله نهاردة بداية جديدة DNA هنشرح فيها الدرس الأول وبعض الأساسيات DNA من الحاجات اللزة جدا والشخص اللي يعني عنده تساؤلات أو عنده ما بيحبش اللي هو ياخد المعلومة كده خلاص هيلاقي فعلا غايته في الدين وهيستمتع جدا بالكلام دوت ولكن في نفس الوقت لازم يكون عندك بما أنك طالب سنوية فأنت لازم يعني تفرق شوية ما بين التساؤلات اللي انت اللي هتفيدك واللي انت فعلا لازم توقف عندها وتجواب عليها وبين التساؤلات اللي انت بتسألها كانوع من وده حقك طبعا كانوع من أنواع يعني العلم والتزود وهكذا بس لو ملقيتش إجابة مرضية مطقفش عندها كتير مطقفش عندها كتير عشان ما تتعبش نفسك وصدقني لما تدخل الكلية ان شاء الله ربنا يكريمك ويتدخل الكلية كويسة أو صدقني أي كلية أصلا لها علاقة بالمجال العلمي بداية من كلية علوم أو حتى تربية قصة معلوم مرون بقبل بالكليات الطبية فأنت هتتعرض للدين ايه وتفاصيل أكتر بكتير جدا من الموجودة هنا ولكن لما يكون عندك أساس كويس هتفهم كويس الريكورد أو الفيديو دوة قبل حتى ما ندخل في الدرس طيب انت عارف ان الخلية بتحتوي على نواة والنواة ديت حواليها سيتوبلازم والسيتوبلازم في عضيات طيب خلينا في النواة دلوقتي اللي بتحتوي جواها على الكروموسومات والكروموسومات ديت بتتكون من حاجة كده اسمها الدي ان ايه مرتبطة بشوية بروتينات لا سواني كده عشان انت انا توهد ديت خلية يعمل حاجة وديت نواة الخلية ونواة الخلية بتحتوي على كروموسومات الكروموسوم بيبقى صبغي اللي هو عامل كده بتكون من اتنين كروماتيد متصلان عند منطقة تسمى السنترومير يبقى الواحد اسمه كروماتيد متصلين عند السنترومير طيب المنطقة ديت طيب بالنسبة الكروموسوم دا بيتكون من ايه بيتكون من زائد بروتين ودي معلمها مهمة جدا جميل العضايات اللي في الصيتو بلازم كتير جدا انا يهمني اكتر عضاي موجود في الصيتو بلازم ويهمني في الوحدة دية عضاية كده غير غشائي غير محب غشائي يعني اسمه الريبوسوم الريبوسوم والريبوسوم ده مصنع تخليق البروتين جميل انا والله مش عايز حاجة من الخلية غير ان انت تبقى متخيل متخيل الحاجات ديت الى حد الان يعني بعد كده ان شاء الله له وعايزين نزود حاجة هنزود طيب السؤال اللي لازم ييجي يطرع على ذهنك ولازم ان نجاوبه قبل ما نبدأ اي حاجة في الDNA كيف تتحول المادة الوراثية اللي هي الDNA الى صفة صفة فعلا موجودة يعني ازاي الDNA اللي هو عبارة عن اللغة بتاعته شوية ادنين وجوانين وسيتوزين وطيمين يتحول الى دهو 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 يتحول الى ان شخص مثلا اصمر ان شخص مثلا قصير القامة ان شخص شعره ومش عارف ايه ان شخص اللي هن بشرته وكذا ان شخص اللي هن عينه وكذا ازاي تتحول الى صفة وراسية محسوسة بالفعل تمام فده سؤال يجب الاجابة عليه سواني كده دي اتنواة الخلية وجواها الDNA والDNA دهو المادة الوراثية بيحمل حاجة اسمها جينات انا بشبه الDNA دوت بكتاب والكتاب دوت مليان صفحات كتير جدا كل صفحة فيها عبارة عن جين جين معين الجين دوت مسؤول عن بناء بروتين معين والبروتين مسؤول عن ظهور صفة معينة لأ سيبك مكتاب دلوقتي بتعالى اقول الكلامALLY انا بقولك ان الجين مسؤول عن بناء بروتين معين والبروتين مسؤول عن ظهور صفة معينة والله انا عندي علامات استفهم بالهبل دلوقتي اولا ازاي الجين الورده لغته A G C T يتحول الى بروتين اللغته احمد امينية لازم فيه مترجم في النص يحول ده ده اه ما هو الجين ده ده بيروح لحاجة اسمها الريبوسوم انا سمعت الاسم ده قبل كده اه ما انت ذاكرت السمك يا حبيب الريبوسوم هو اللي هو عضو او من عضيات السيتو بلاز اللي هو مصنع تخلق البروتين جميل جدا بيروح للريبوسوم عشان يحول البروتين طيب هو معلش يعني يعني خدنا على قد عقلي هو مش الدين ايه ده ده في النواة اه صح طيب والريبوسوم ده مش في السيتو بلازم جميل طيب ها هيروحوا ببعض الزايد والجينات كده جوه والمصنع برا المادة الخام جوه والمصنع برا والبروتين اصلا 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 يعني بيخرج برا الخلية ويروح يعمل وظيفته في حتة تانية زي الهرمونات والانزيمات والحاجات دي فلا انا دخت بص يا حبيب دلوقتي الدي ان ايه انت المفروض يعني تقول لي الدي ان ايه هيخرج للريبوسوم اقول لك لا خلاص يبقى الريبوسوم هيدخل للدين لا برا يبقى لازم يكون فيه رسالة بتخرج من جوه لبرا من النواة الى السيتو بلازم من المادة الخام اللي هي الجينات لحد ما توصل الى المصنع اللي هو الريبوسوم مين اللي بيعمل العملية ديه الار ان ايه ار ان ايه بص يا باشا بقى تعال هنا دلوقتي انت عندك الكتاب دوت اللي مليان صفحات الصفحة ديه عبارة عن جين معين الجين دوت ولياكم مثلا الجين بتاع هرمون الجي اتش مش هرمون الجي اتش دوت من هرمونات البروتينية يعني هو بروتين فاكيد فيه جين مسئول عن بناء الجي اتش موجود جوه النواة جميل جد جين الجي اتش دوت انا عندي منه صفحة وعندي منه كمان صفحة ولو قلبت لو قلبت هتلاقي كمان صفحة عندي ثلاث صفحات جي اتش يبقى عندي جين الاتش ثلاث مرات يبقى انا عندي بروتين ال جي اتش هيد بيني ثلاث مرات طب ازاي الصفحة ديت مقدسة الدي ان اي موجود جوا النواة اللي يمكن يخرج برا النواة بنسخها بنسخ هذه الصفحة اللي هي عبارة عن من الكتاب يعني اللي هو الدي ان اي الى نسخة اسمها ار ان اي عادي عامل ار ان اي اللي هيروح للمصنع او المترجم دوت المترجمة هوت اللي اسمه الريبوسوم والريبوسوم دوت هيقرأ الرسالة اللي موجودة هنا في الدي ان اي واللي هي عبارة عن اللغة بتاعتها ايه اي جي سي تي القواعد النيتروجنية ويحولها اللغة تانية عبارة عن احماض امينية ولما يحولها الاحماد امينية مبروك انت كونت بروتين ايه ده هو البروتين ده تلوهاي الجي اتش يا باش طيب انا هكوونه كم مرة ما انت خدت تلات نسخ تمام ما انت عندك تلات نسخ على الدي ان اي يبقى عندك تلات نسخ ار ان اي يبقى المترجم هيشتغل تلات مرات فيكون لك تلاتة جي اتش يبقى هتظهر عليك صفة معينة ان انت الطول بتاعك بما يسابي بما يعادل تلاتة جي اتش يعني مثلا مثلا التلاتة جي اتش دولت هيخلوا طولك مثلا يعني مية وتمانين سنتي كل جي اتش يعام مية ومية وستين سنتي طبعا ده كلام بالهجايز كده عشان نفهم مع بعض اقصد الواحد جي اتش بستين سنتي الكلام ده بس ما علينا واحد تاني لا ده ده عنده اتنين جي اتش خلاص ده لسه صغير ده مية وعشين سنتي طبعا واحد عنده مش عارف اه واحد جي اتش لا ده قزم ده ستين سنتي ده عنده مرض القزامة اللي هو نقص هرمون الجي اتش لا ده واحد عنده اربعة جي اتش اربعة اربعة في ستة باربعة عشرين يعني متين واربعين سنتي ده عملاق ايوة زيادة الجي اتش بتعمل مرض اسمه العملك جميل جدا. يبقى ازن ازن تعال كده نراجع ونشوف احنا عملين نهرف ايه بص يا باشا. انا بقولك ان دي هت نواة الخلية اللي بتحتوي على المادة الوراسية الممثلة في الدي ايه. وموجود في مصنع بره اسمه الريبوسوم. مصنع فين? بره. طب المادة الوراسية فين? جوة. في النواة. طب مين هيروح للتاني محدش بيروح للتاني. ولكن انا باخد نسخة من الدي ايه اسمها ار ايه. وهذه النسخة بتخرج من النواة الى السيتوبلازم علشان تروح للريبوسوم. يبقى ازن الدي ايه بيحتوي على مجموعة من الجينات. الجينات تتحول او تنسخ الى ار ايه والار ايه ينتقل الى الريبوسوم الموجود في السيتوبلازم. فيقوم الريبوسوم بترجمة لانه مترجم. اه يعني خلنا نقوله الريبوسوم عمما تبقى قزيزته ترجمة يعني تحويل الار ايه من لغة النيوكريتيدات والقواعد النيتروجينية الى لغة الاحماض الامنية فيحوله الى بروتين. وهذا البروتين له وظيفة معينة زي هرمون الانسلين زي الميلانين المسؤول عن بشرة الجلد زي زي اي بروتين موجود في جسم الانسان اي هرمون اي انزيم اي حاجة في جسم الانسان زي البيبسين مثلا دي كلها حاجات بروتينية بتقوم بوظيفة معينة. فعندما يتكون هذا البروتين يقوم بوظيفته فتظهر الصفة المعينة. واذا كان الجين مش موجود. لو الجين مش موجود يبقى مفيش ار ايه? يبقى لن يتكون الريبسوم فلن يتكون البروتين. وبالتالي عدم ظهور الصفة. وعدم ظهور الصفة معناها عيب خلقي. الشخص دوات مثلا لو احنا جينا عن الجين بتاع الانسلين. بندور عليه الابنا الابنا ال ادي ان ايه كله? الانسلين. الابنا الدي ان كله عشان نلاقي الجين الانسلين ما لقناهوش. يبقى ازا مفيش ار ايه الانسلين. ولن يقوم الريبسوم ببناء بروتين الانسلين. فالشخص دواتي بقى مصاب بمرض البول السكري. واحد تاني هرمون جي اتش عنده قليل جدا صفحة واحدة صفحة واحدة. ده كده واحد جي اتش اه يعني ستين سنطي يعني قزم. اه واحد مسلا عنده هرمون تاني بنسبة عالية جدا. الجي اتش عنده بنسبة عالية جدا يبقى عملاق وهكزا. يبقى ازا هو ده التتابع اللي انت المفروض تكون فهمه كويس جدا علشان تفهم الدين انيه كويس جدا. والحقيقة انا مش عارف انا عايز اعمل الفيديو دوات لوحده. ونبدأ في الدرس الجاي اه لوحده عشان بس ما نطولش. ويبقى دوات فيديو اساسيات عشان تفهم ازاي بيتم تحويل الدين المادة الوراسية الى صفة وراسية او صفة معينة ظاهرة محسوسة ممسوكة في اليد في الاخر. يلا السلام عليكم.